موسيقى أهلا بكم في نشرة الإخبارية مفصلة من قناة الفلوجة نبدأها بأبرز العنوة موسيقى موجة عنف جديدة ضد المحتجين السلميين وعشرات المصابين في واسط وكربلاء موسيقى تصعيد في احتجاجات العراق سيل طلابي جارف واعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم موسيقى موسيقى قاعدة بلد تحت النار مجددا وواشنطن تهدد العراق بتجميد مليارات الدولارات موسيقى 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 أربيل تحذر من خطر داعش وتؤكد مقتل أكثر من ألف شخص في عام واحد موسيقى 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 فيما شهدت محافظة واسط أحداثا متسارعة اتهم المتظاهرون أحزابا بالوقوف وراءها مستشفيات مدينة الكوت مركز محافظة واسط استقبلت تسعة وخمسين مصابا بينهم ثمانية وأربعون من أفراد الأمن وأحد عشر من المتظاهرين جراء الصدمات بين الطرفين الإصابات حدثت أثناء محاولة قوات مكافحة الشغل تفريق محتجين من أمام بوابة جامعة واسط ومحاولة فرض بعض الجهات الدوام على الطلبة موسيقى 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 في خطوة تصعيدية لنيل المطالب المشروع احتشد طلبة جامعات أمام وزارة التعليم العالي وسط العاصمة بغداد ليعلنوا بدء اعتصام مفتوح حشود من طلبة الجامعات نصبوا الخيام أمام بوابات الوزارة وحملوا نعوشا رمزية تغطيها الأعلام العراقية في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات الذين ساقطوا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية المتظاهرون أكدوا أيضا استمرار الاعتصام والتصعيد حتى نيل المطالب المشروعة التي خرج لأجلها العراقيون طلبة محافظة النجف انضموا أيضا إلى ركب العصيان المدني والامتنع عن الدوام الرسمي في خطوة تصعيدية من شأنها الضغط في سبيل تحقيق المطالب المتظاهرون ملأوا شوارع المحافظة معبرين عن رفضهم الطبقة السياسية الحالية وسط مطالبات بالإسراع في اختيار شخصية نزيهة من خارج الأحزاب وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة الطلبة المتظاهرون أشددوا على سلمية الاحتجاجات وتجنب الصدام مع قوات الأمن من جاء طلاب جامعة الكوفة تؤكد أسرارها وباقيها بالاحتصام السلمي بالاحتصام السلمي في ساحات الاحتصام في النجف الأشرف وتأكد على السلمية ومطلبها واحد إلا هو إجراء انتخابات مبكرة وانتخاب رئيس وزراء صالح من قبل الشعب غضب طلبة العراق امتد إلى الحلة أيضا إذ رفض طلبة محافظة بابل العودة إلى مقاعد الدراسة حتى تحقيق مطالبهم مراسلنا عيسى العطواني معه القصة الكاملة لو إحنا لو أنتو شعار رفعه طلبة محافظة بابل عند مدخل ساحة الثورة التي شهدت اليوم الأحد تظاهرات كبيرة للطلبة وأساتذتهم الطلاب رفضوا الدوام مصرين على تحقيق مطالبهم التي تظاهروا من أجلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر إحنا طالبات بابل وجئنا هنا سنسوي أضراب مستمر ونأكد على إضرابنا وإحنا مستمرين إلى أن تتحقق كل المطالب وما نتراجع أعداد الطلاب الكبيرة كانت بحاجة إلى خدمات أكبر الأمر الذي تكفل به المتطوعون من أبناء المدينة الذين يقدمون المأكل والمشرب للمعتصمين طيلة الشهور الماضية والله الدعم الذي نقدمه وجبة ريوك ووجبة غده ووجبة عشي وشاي ومستمرين صارنا أكثر ما يقارب ثلاثة شهر ولم ترفل مطالبنا يصر هؤلاء المعتصمون على الاستمرارية يرفضون العودة إلى منازلهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى حين تحقيق مطالبهم نحن الصامدون وثابتون على ساحات الوغى والشرف لحين إسقاط جميع الكتل السياسية الفاسدة من محافظة باب العيسى العطواني قناة الفلوجة معنا عبر الأقمان الصناعية من أربيلة سيد محمد القيسي أستاذ العلوم السياسية سيد محمد مرحبا بك كيف تفسر موجة العنف المتصاعدة ضد المتظاهرين السلميين خصوصا بعد انطلاق مليونية العاشر من هذا الشهر نعم التحية لكم ولمشاهدي قناة الكرام الحقيقة يعني بعد عملية البرق الأزرق والرد الإيراني بضد منها هناك من اعتقد أنه القضية الأساسية في العراق وهي قضية التظاهر ضد منظومة الفساد الحاكمة في العراق كانت قد تراجعت أو قيدت أو أزدل عنها سيطاري لحد ما هذا ما دفع المتظاهرين باعتقادي أن يترجموا عمليا وميدانيا وجودهم بشكل قوة بعد الصراع الأمريكي الإيراني عن نفوذ في العراق يترجم وهذا الوجود مرة أخرى من خلال مظاهرات مليونية تظهر وتؤثر بشكل واضح وتعطي رسالة قوية القائمين على الأمر حكومة تصريف الأعمال في بغداد بأنهم لا زالوا متواجدون ولا تزال القضية الأساسية هي قضيتهم وقضية الوطن والتظاهر ضد من هذه المنظومة الفاسدة وبالتالي هم يبعثون رسالة مهمة ومؤشرة أن الصراع الأمريكي الإيراني لا يؤثر على هذا المطلب الأساس كما أن بروز هذه الأزمة لن تغطي على الأزمة الحقيقة التي يمثلها هؤلاء الشباب وهي أزمة الوطن طالما كانت هناك منظومة سياسية فاسدة يعني لا يهمه إلا قدر كبير رفاه الشعب أو تطلعات الشعب وتحديدا الفئة الشابة التي تقود زمام التظاهر الآن نعم طالما أجئت على ذكر الضربة التي وجهتها أمريكا لسليماني والمهندس في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس والضربات الصاروخية والرشقات تتوالى على القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية هل برأيك هو دليل قوة المنفذين أم ربما هي فقط ضربات وحركات لنقول أنها استعراضية هنا يتعلق الأمر بطبيعة الصراع الآن أنا أعتقد أن الصراع انتقل من مرحلة مرحلة أخرى يعني الصراع على النفوذ ما بين واشنطن وطهران على العراق انتقل من مرحلة المواجهة الجزئية شبه المباشرة ما بين الطرفين إلى أدوات أخرى أيضا مجابة لكن بأدوات غير عسكرية أدوات أخرى يعني إما بروكسي وار يعني بأدوات أخرى بالنيابة إما بأدوار يكلف بها يعني عبر الأدوات لكل الطرفان أو ما شابه لكن الموضوع الثابت هنا حقيقة في هذا هو أنه هناك ثابت في الدراسات الستراتيجية وهناك متغير الثابت هنا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت وبشكل واضح للعالم أنها ليس لديها أي نية الانسحاب وأنها لن تنسحها من العراق الموضوع المتغير هنا هو تغير قواعد اللعبة في صراع من أدوات شبه مجابة مباشرة إلى أدوات مجابة بأدوات أخرى غير عسكرية لكن هذا لا يمفي القول بأنه لا تزال واشنطن طهران هل أفهم من كلامك بأنك توافق الرأي الذي يقول بأن أوج الصراع بين أمريكا وإيران في العراق قد وصل نهايته وبدأ الآن في طور جديد لا لا هو لم ينتهي أدوات المجابة بصيغة متشنجة متوترة انتهت لا تزال مجابة على النفوذ ما بين الطرفين مستمرة لا تزال نطاق الفعل والأدوات والحركة ضمن مفهوم الإطار الاستراتيجي لا زال مستمرة لكن بأدوات أخرى غير تشنجية حقيقة ربما قد تدفع ليس بكل الطرفان بشكل واشنطن قد تدفع بأطراف أخرى تدور ضمن دارة نفوذ كل الطرفان لتقوم هي بأدوار مكملة لأدوار الاستراتيجية التي انتفت حقيقة لكن هناك شيء مهم جدا نستطيع أن ننوه هو أعتقد نحن وصلنا إلى مرحلة نستطيع أن نسميها بـ Zero Game Theory نظرية اللعبة الصفرية بمعنى أن واشنطن تدرك تماما أن مهمته في المرحلة المقبلة هو أن تسحب العراق بشكل كامل ليكون ضمن دارة النفوذ الأمريكي أكثر من استمارته إلى دارة النفوذ الأقليمي متمثل بإيران وبالتالي أن نجاحها في ذلك يعني أنها حصلت على رقم واحد وأن النفوذ الإيراني سيكون صفر كذلك طهران لا تزال تصر على تمسكها بشكل كبير وأنا لن تبدي استسلام في التنازل عن تلك المصارح التي أسست لها والتي تجذرت من عام 2003 وإلى اليوم فضلا عن الأدوار والنفوذ التي تكس عليه بشكل كبير لا تزال كل الطرفان لناولا أنا أعتقد أننا أمام لعبة صفرية يحاول كل الطرفان فيها سحب العراق بشكل كامل ضمن دارة نفوذه أو نطاق عمله ضمن هذا التوجه حقيقة لكن يبقى الضحية الأكبر هم هو الشعب العراقي والمصلحة العراقية الذي يهمنا كثيرا هو البحث عن المصلحة القومية العراقية وعن الأمن القومي العراقي ضمن هذا الصراع ولذلك نشاهد القضية الأساسية استمارة القضية المتظاهرين حتى لو سمحت لي يعني أنا استطيع أن ضمن دارة نعم في إطار الألوم السياسية تصنف الدول إلى أربع أصناف الصنف الأول ضمن معيارية التقدم هو الدول المتخلفة ثم الدولة المتأخرة ثم الدولة النامية والسارة في طريق النمو ثم الدولة المتقدمة المتمدنة المتحضرة أنا أسأل سادة القائمين على حكم العراق حكومة صحيف العمال أين تضعون العراق ضمن دائرة تصنيف هذه الدول العالمية ضمن معيار التقدم وأنتم من حكم العراق من عام 2005 وإلى اليوم أين تضعون مخرجات حكمكم للعراق ضمن هذه الدائرة سيد محمد القيسي تقدم على المستوى العالمي انتقلت شكرا جزيلا لكم سادة العلوم السياسية عبر الأقمار الصناعية من أربيل عذرا الوقت نفذ مني الأخبار مستمرة في كربلاء أصيب ثلاثة متظاهرين في تجدد لصدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مطالبات بتهديئة الوضع داخل المحافظة الصدامات وقعت قرب مجلس المحافظة بين متظاهرين غاضبين والقوات الأمنية حيث بدأت بتراشق الحجارة ثم تطورت إلى استخدام المولوتوف والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ناشطون كربلاءيون وقادة تظاهرات دعوا إلى تهديئة الوضع وتجنب الصدام مع القوات الأمنية والتأكيد على سلمية الاحتجاجات وعدم الإنجرار نحو العنف من قبل الطرفين نبقى في أحداث كربلاء حيث أعلن لواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القادة العام للقوات المسلحة أن مجموعة إجرامية استهدفت المتظاهرين في المحافظة خلف أوضحان الإصابات الثلاث حدثت في ساحة التربية وسط المحافظة فيما أكد أن رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة باستهداف المتظاهرين في كربلاء أرسل وزير الداخلية ياسين الياسري فريقا إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي فيما توعد القتل بأشد العقوبات الوزارة أكدت في بيان لها أن الفريق شكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وأيضا معه عدد من الضباط للتحقيق مبينة أن الوزير أمر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجنات وزير الداخلية توعد أيضا القتل بأشد العقوبات حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره لجنة حقوق الإنسان النيابية قالت أن اغتيال الصحفيين في البصرة أمر لا يمكن السكوت عنه وأكدت أنها أوعزت للأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وتقديم الجنات فيما لفت نواب إلى أن قانون حماية الصحفيين لا يمكنه الحد من عمليات الاغتيال التي تطال السلطة الرابعة الصراحة نحن كلجنة حقوق الإنسان النيابية استنكرنا ما جرى من تكميم أفواه للصحفيين بالإضافة إلى الاستنكار نحن كلجنة حقوق الإنسان النيابية تصنى بأجهات المعنية في فتح تحقيق فوري وتحقيق دقيق في هذا المجال كون استهداف السلطة الرابعة أو استهداف العلاميين أمر خطير جدا سابقة خطيرة بكل أشكاله كونهم السلطة الرابعة ويوصلون أصوات المتظاهرين السلميين يوصلون أصواتهم للحكومة وهكذا أمر لا يمكن السكوت عليه حقيقة ما يتم ما يتعرض له الصحفيين هو أمر أمر مرفوض ولا أعتقد أن أقرار القانون في ظل هكذا تداعيات وفكرة هكذا نوع من الأجندات في تصفية أي شخص يقوم بانتقاد حقيقة لا أعتقد لا قانون حماية الصحفي سوف يحد من ذلك ولا غيرها يجب حقيقة النظر بأبعد من ذلك ومناقشة ما هي الأسباب التي تدفع باختيال الصحف الذي ينقل الكلمة الصحيحة الصادقة سقطت ثمانية صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية وأجنبية العملية المشتركة في بين لها أكدت أن الصواريخ سقطت في مساحات تشغلها القوات العراقية ما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود في صفوف القواعد الجوية هذا وتشهد القواعد التي تضم قوات أجنبية هجمات متكررة كان أخرها قصف قاعدة عين الأسد في الأنبار قال تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة هددت بحرمان العراق من مليارات الدولارات من عائدات النفط في حال إجبار قواتها على مغادرة العراق ونقلت صحيفة Wall Street Journal عن مصادر قولها أن وزارة الخارجية الأمريكية هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي يستخدمه لإيداع مليارات الدولارات التي يحصل عليها من عائدات النفط وأكدت الصحيفة أن هذا القرار في حال تنفيذه فإنه سيمنع العراق من سحب أي أموال من هذا الرصيد ما قد يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي في العراق وشل الاقتصاد المحلي بحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع السفيرين البريطاني والفرنسي في العراق سبل تهديئة الأوضاع في المنطقة عموما وفي العراق خصوصا وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن عبد المهدي ناقش مع السفيرين جهود اللجوء إلى خيارات دبلوماسية وحلول تقل منطقة والشعوب من أي خطر مؤكدا تحكيم لغة العقل والابتعادة عما يؤثر أو يوتر الأوضاع ويدخل البلاد في صراع إقليمي رجح برلمانيون استمرار عبد المهدي في منصبه وأكدوا أن الكتلة السياسية ما زالت تخفق في اختيار شخصية بديلة عنه هذه الزيارة مهمة جدا في هذه الفترة لأنه الأحداث التي صارت في العراق وفي بغداد وفي مجلس النواب أدت إلى بعض التباعد بين الكتلة السياسية فأعتقد هذه الزيارة هو لغرض تفاهم بين الطرفين يعني بين حكومة الاتحادية وحكومة الأقليم أيضا لغرض التعاون والتخطيط للفترة القادمة لأنه باعتقادي أنه إلى حد الآن الكتلة السياسية ما تمكنت من اختيار شخص معين لإدارة شؤون الدولة العراقية وبالتالي ربما يستمر السيد عادل عبد المهدي ولكن بشرط أنه يجرى تغيير في الكابينة الوزارية طبعا هنا ما بقى هذه التظاهرات وهذه المطالب المشروع الأسف الشديد اليوم القوى السياسية أخفقت وما زالت تخفق في إجراء بعض الإصلاحات اليوم مطلوب من القوى السياسية أن تضع أيضا من جديد في نظر الاعتبار الشارع العراقي أو التظاهرات لأنه بقاء الموضوع على هذا الحال أعتقد يؤزم الموضوع واليوم يحتاج أيضا من الشارع ومن القوى السياسية أو من القوى السياسية بالأحرى أنه فعلا أنه تنهي هذا الملف لأنه هناك جملة من التحديات والمشاكل يعاني من العراق بسبب عدم وجود رئيس وزراء يعني بالمرحلة القادمة يحتاج فعلا أن يكاتف الجميع من أجل انقاذ العراق من هذه الفوضى أو من هذه الأزمة حكومة إقليم كردسان كشفت عن نتائج زيارة عبد المهدي إلى الإقليم مبينة أنه تم بحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل ومنها الموازنة بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والأزمة الإقليمية الراهنة خصوصا الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قال اتخذت خطوات جيدة بشأن الموازنة مع التأكيد على أهمية التزام الحكومة سواء كانت الحالية أو المقبلة بالاتفاق الخاص بالموازنة وحول اختيار رئيس وزراء جديد قال عادل إن وجهة نظرنا تقوم على أساس أن يكون رئيس الوزراء القادم يحظى بالمقبولية من قبل الجميع وأن يلتزم بالدستور إلى ذلك جددت وزارة البشمرقة في إقليم كردستان تحذيرها من عودة تنظيم داعش في العراق وأكد أمين عام الوزارة جبار ياور أن التنظيم الإرهابي شن هجمات وخلف أكثر من ألف شهيد وجريح خلال العام الماضي داعش لا يزال قائماً ويشكل خطراً على إقليم كردستان والعراق والعالم بأسره في عام 2018 ووفق إحصائية أجريناها فقد نفذ داعش 456 عمليات إرهابية سقط على إثرها 1742 شخصاً بين قاتل وجريح ومختطف وفي عام 2019 وحتى الآن سقط 1058 شخصاً بين قاتل وجريح ومختطف كذلك ترى أربيل أن التحديات السياسية التي تواجهها البلاد بدأت بإلقاء ظلالها السلبية على الوضع الأمني في العراق فيما تؤكد أهمية تطهير المحافظات الوسطى والشمالية من الخلايا النائمة تفاصيل أفاق في سياق هذا التقرير خوفاً من عودة تنظيم داعش مرة أخرى في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً وخصوصاً في المناطق المسمى المتنازع عليها قلق يساور قادة الإقليم من عودة التنظيم مرة أخرى ما دفع برئيس الوزراء المستقيل وخلال زيارته الأخيرة إلى أربيل والسليمانية والتي رافقه فيها قادة أمنيون على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين قوات البيشمرقة والأجهزة الأمنية دعوة للتنسيق جدي بين قوات العراقية وقوات البيشمرقة لتخطية هذه المناطق والخلاص من خطر الإرهاب والإرهاب الآن بدأ ينشط نفسه والنشاط مالهم جدي وقوي والأفضل القطع بادر نشاطهم مع عملياتهم من الآن لأن إذا ترك هذا المناطق والموضوع سوف تكبر الموضوع والوضع العراقي الآن ليس بجيد وليس بصحيح وحتى الوضع الداخلي وتشكيل الحكومة هي من أحد نقاط ضعف هذه المناطق ومع انشغال البلاد باختيار رئيس الوزراء بديل أو الإبقاء على عادل عبد المهد المستقيل يتنامى خطر تنظيم داعش بعدم تمكين الأجهزة الأمنية من تأمين الحدود الدولية والإقليمية فموقف القيادات الكردية إذا انسحاب القوات الأمريكية خاضعا لحاجة البلاد الدائمة إلى طرف دولي قوي في تعامله مع خطر تنظيم داعش القضاء على داعش في مرحلة الأولى أتى من التعاون الوثيق بين قوات البيشمرقة وقوات المسلحة العراقية فلهذا التحالف والأصدقاء يعتبرون إعادة هذا التحالف والتعاون من جديد بين البيشمرقة وقوات المسلحة العراقية هي كثيرة للقضاء على داعش بشكل نهاي لأنه داعش عادة تنظيم نفسه وبدأ مهاجمة القوات العراقية والمواطنين في عدة مناطق فالتحالف الدول الذي تقوده الولايات المتحدة أوقف أنشطته العسكرية المتمثلة بمهام التدريب ودعم القوات العراقية مقتصرا على حماية جنوده داخل القواعد العسكرية مستغلا انشغال البلاد في تحدياته السياسية تنظيم داعش بدأ بعادة صفوفه من جديد ليشكل تحديا خطيرا مع تداعيات الانسحاب الأمريكي من البلاد من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة قطع محتجون الطريقة المجاورة لجامع الرحمن في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد وقال شهود نعيان أن أصحاب المنازل المتجاوزة على الجامع عبروا عن استيائهم ورفضهم بعد قرار الوقف الشيعي القاضي بإخلائها وإعادة الجامع إلى الديوان وأشار مراسلنا إلى أن صدامات حدثت بين المحتجين ورجال الدفاع المدني الذين وصلوا لإخماد الحريق طالب عدد من المتقدمين إلى وزارة الداخلية بصفة منتسب لعامي 2017 و2018 بإصدار الأمر الوزاري وتعيينهم ضمن كوادر الوزارة العشرات من المتقدمين تظاهروا أمام مبنى وزارة الداخلية وسط بغداد وأكدوا على أكمال إجراءات الفحص والتقديم الإلكتروني في ذلك الوقت ولم يبقى على تعيينهم رسميا سوى الأمر الإداري المتظاهرون شددوا على أنهم ينتظرون تعيينهم منذ نحو عامين وقد هددوا بالاعتصام أمام مقر الوزارة في حال تجاهل مطالبهم لقي قرار وزارة الهجرة والمهجرين بدمج مخيم معسكر سعد مع مخيم الوند في محافظة ديالة امتعاضا شديدا من قبل الأهالي الذين طالبوا بالعودة إلى منازلهم تفاصيل أوفا في السياق هذا التقرير منذ خمس سنوات شيد هذا المخيم شرق مدينة بعقوبا أكثر من مائة عائلة تسكن هنا في معسكر سعد إلى أن قرارا مفاجئا من وزارة الهجرة والمهجرين صدر لدمج هذا المخيم مع مخيم الوند في قضاء خانقين والإدارة المحلية رفضت القرار لأسباب عدة عارضنا هذا القرار أو الهجراء كون هؤلاء النازحين هم قد وجدوا سبول العيش في قضاء بعقوبة واعتادوا على قضاء بعقوبة وبالنتيجة قضاء خانقين قد يكون بعيدا عن مناطق سكنهم عملنا بوزارة الهجرة ودائرة الهجرة بالتريث بهذا الموضوع كون هؤلاء المواطنين النازحين هم تحت رعايتنا ورعاية دائرة الهجرة والمهجرين التهجير والنزوح من جديد هكذا أطلق أهل المخيم على قرار نقلهم بعد سنواتين من الاستيطام في هذه الصفائح الحديدية والأسلاك المحيطة بهما لأن الأمر أهون عليهم من قرار مجحف بالانتقال إلى موطن آخر كان يلعب سجاد أحد الأطفال في المدينة الآمنة وبعد دخول تنظيم داعش إليها اضطر إلى النزوح تارك خلفه الذكريات لتبدأ قصص وحكايات في هذا المخيم والخوف كل الخوف أن ينزح من جديد يعني هنا نحن ملينا صارنا خمس سنين جنت نازع بخانا غين وهنا ثلاث سنين يعني كل الذكريات حرموها علينا كل ما نريد نرجع يهدم ذكرياتنا طفولتنا شبابنا راح يعني شنسوي شبح النزوح يعود للساكنين هنا في معسكري سعد بعد سنوات من تحمل الظروف المناخية الصعبة والتأقلم مع أهالي بعقوبة من محافظة ديالة عمر العبيدي قاناة الفلوجة نشأتنا مستمرة وتتابعنا فيها خيمة الأمنيات عبارات قصيرة تختصر أحلام عراقية في ساحة التحرير خلاء جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأثنين من أي مناقشة أو فقرة تخص مطالب المتظاهرين أو الأوضاع التي تحيط بالبلاد وبحسب الدائرة العالمية للبرلمان فإن جدول الأعمال تضمن التصويت على مشروع انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975 وباستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والقراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية والقراءة الأولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية أدى أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات الجدد اليمينة الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فاق زيدان وبين زيدان أن هذه المرحلة تاريخية بالنسبة للبلاد مؤكدا على استقلالية مجلس المفوضين عن كافة السلطات والمؤسسات بما فيها مجلس القضاء الأعلى حتى وإن كان أعضاؤه من القضاء ولا يرتبطون بالمجلس إداريا أو تنظيميا وضف البيان بيان مجلس القضاء الأعلى أن زيدان هنأ الأعضاء الجدد بعد تسلمهم لمهامهم رسميا مشيرا إلى أن دورا تاريخيا ينتظرهم في إيران ولليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات بعد اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية مبررة الحادثة بالخطأ البشري وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون إيرانيون محتجين أمام إحدى الجامعات في طهران وهم يرددون شعارات تندد بالنظام والحرس الثوري وتطالبه بترك إيران وشأنها كما ردد المحتجون كلمة كذب كذب في إشارة منهم إلى تراجع سلطات الإيرانية عن روايتها المتعلقة بسقوط الطائرة الأوكرانية بتهمة توجيه الاحتجاجات التي شهدتها العاصم الإيرانية أوقفت السلطات الإيرانية السفيرة البريطاني لدى طهران روبرت ماكير لساعات قبل أن تطلق سراحة وذكرت وكالة تسليم شبه الرسمية أن السفير البريطاني سيدعى إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تواجده في التظاهرات مبينة أن السفير كان متواجدا في متجر قريب من مكان إقامة الاحتجاجات للتحريض وتوجيه المحتجين قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد خطوة مهمة لكن يجب اتخاذ العديد من الخطوات لإنجاز تحقيق كامل حول الحادثة ما اعترفت به إيران أمر خطير للغاية إسقاط طائرة مدنية أمر مروع يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة لن تهدأ كندا حتى نحصل على المسائلة والعدالة التي تستحقها العائلات حقيقة أن إيران قد تحملت الآن مسؤولية تلك الحادثة تعني أنه من المحتمل أن يكونوا مشاركين كاملين وأن يسمحوا تماما بتحقيق دولي مستقل ذي مصداقية مع جميع الشركاء المعنيين لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به لضمان حدوث ذلك مثل ما بدأنا النشر من الاحتجاجات نختمها كذلك من الشأن المحلي حيث يثبت المتظاهرون العراقيون امتلاكهم أفكارا خلاقة في التعبير عن أمنياتهم في رؤية وطن يليق بالعراقيين تفاصيل وفا في سياق هذا التقرير تحت شعار إنريد وطن أشهر مضت على الاحتجاجات التي رافقت العراقيين إلى عام 2020 داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وكذلك بقية المحافظات مجموعة من الشباب من ذوي الأفكار الخلاقة أنشأوا في إحدى زوايا الساحة خيمة للأمنيات ليعلقوا عليها ما يتمنون أن يروه في عراق ما بعد احتجاجات أكتوبر لوحة الأمنيات مثل ما نشوف لوحة الأمنيات قررنا نسويها حتى الشباب يشاركون بها كل شخص يكتب أمنيته في السنة الجديدة وإذا أشوف أهم الأمنيات اللي موجودة حاليا أنه أريد شعب أريد وطن أريد حقي أريد دمش شهداء الراح أريد محاسبة للفاسدين وإن شاء الله الأمان يتحقق بعد وغير الله شكرا لكم قررنا نسوي جدار الأمنيات كل واحد يكتب أمنيته فأنت أغلب تشوفه أنه كل المكتوب هي قصاصة صغيرة أنه كلها أريد وطن عراق موحد كلها أريد طائفية أريد رئيس وزراء يكون قدته أريد حكومة زينة تراعي هاي الناس وأغلبها كانت مثل ما قلت لك ما كانت أكون أمنية شخصية ومن خلال القصاصة الصغيرة نريد نوصل صوتنا لعالم العارب من خلال الإعلام من خلال الشاشة من خلال أنه نريد وطن نريد حياة كريمة وإنشاء الأمن والأمان العراقيين الكاتبون للأمنيات رأوا أن أحلامهم ربما تكون هي المنقذ لهم وذلك بإيصال رسائلهم وتطلعاتهم نحو ولادة عراق جديد يضمن لهم عيشا كريما برحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد واستبدالها بأخرى ترتقي بالبلد إلى ما يليق به كتام ناشتنا هذا تذكير بهم ما جاء فيها موجة عنف جديدة ضد المحتجين السلميين وعشرات المصابين في واسط وكربلاء تصعيد في احتجاجات العراق سيل طلابي جارف واعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم قاعدة بلد الجوية تقصف مجددا واشنطن تهدد العراق بتجميد مليارات الدولارات أربيل تحذر من خطر داعش وتؤكد مقتلى أكثر من ألف شخص في عام واحد ألف الوجهة تغطيفي لمزيد من الأخبار كما يمكنكم تابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر